إذا كانت أول مرة تشاهد قناتها اضغط على زر الاشتراك مع تحويل خاصية الجرس لكي تتوصل بجديد القناة فضلا وليس أمرا اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكنني أسألك اللطفة فيه من قناة مهرة الصحراء أنا الآن بشالي حتى التعبير على هاد الشي اللي يقع كي يقع في هاد البغرب اللي كي يقع في هاد البلاد هاد خطير وصعب حتى أن الإنسان اللي باقي عنده وحد العرق فراسه باقي سالك صعيب باش يستوعب هاد الكم الهائل من الحقرة ولات من مدينة سوس وأنا في علاج مكتف والاهتمام بالصحة هو اللي يبقى هنا الصحة هي اللي بقعت خاصة على الأقل إنسان وكي يحصره مريض كيوقف على الصحة وكيوقف على العلاج دياله الله يشفيني ويشفي مرضى عبر العالم جميع المرضى في جميع مستشفيات العالم الله يشفيني ويشفيهم هاد البلد اللي فيه بلد الحضارات بلد الرقي بلد العلم والعلماء لده بحنا في سوسك تشوف المرأة إلى دقيتي في الباب تشوف فيك بنصف الوجه وربما لمدة طويلة ما تفتحش الباب نصف الوجه من قطل التقاليد والإحترام والعادات هاد الشي واللي ناك نشوفه في المغرب هاد الشي واللي ناك نشوفه في هذه البلاد قمت له سخ وحدة أنا مستوعبش كاتهدار وكاتقول لك بنص ديالي بنربع ديالي أنا ما بنشكل لي أنا ما وقال الطبيب طانس يرى الطبيب كي يقول نحن اللي كانت على جوند العطبي لا طبيب كي يقول ناس الحياة دوزوها من بداية حياتهم دوزوها في ضعارة دوزوها في لوسخ دوزوها في صلقية دوزوها في الوقت الحمد لله اللي احنا ربنا أولادنا في الوقت المناسب وإلا أش غادي يشوفوا دابا هاد الوليدات بحالش هاد الوليدات أش غا يشوفوا أش نهي الطربية اللي غادي تتعطالهم اللي هنحش هالساميعين ولينا وحدة كتشوف كتهزمن طوالات وتبين في العود وتقول لك هذا لو نخضر هذا صفر هذا حمر حسبي الله ونعم الوكيل من يردع هاد الشكل يا من البشر شكول كي يردع هاد النوع من هاد النوع من الناس الموسخة الناس اللي ما بقاتش ما بقاتش كتفكر حتى في ولادها اللي والدها يلا مشوا وغدال مدرسة بحالش غا ينضروا لهم الناس شنو شنو اللي غادي شنو اللي غادي تقدم انتي لهاد الأطفال لما يمشوا ويوعا ويمشوا لمدارس ويقول له وشوفوا بحال هاد الوصق وشوفوا بحال هاد الحقارة وشوفوا بحال هاد الاستمساس وشوفوا بحال هاد النوعية النوعية ديال بنادم المغرب الجميل اللي يمشي منه اي مسألة يمكنك تعلميها فيها حضارة فيها رقي فيها فيها نخوة فيها كرم فيها جود فيها يعني كيفاش كيفاش المرأة المغربية اللي كافحت المرأة المغربية اللي ناضلت المرأة المغربية اللي حطيها على جزر حبرة المرأة المغربية اللي كتشوفها داخل الاسواق كتتحب وكتتكافح وكتجري وكتبع لقبة العيش وخصوصا في هاد الفترة هادي اللي لقبة العيش اصبحت صعبة صعبة جدا باش باش الناس تعيش في المستوى كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء غلاق كل شيء وعار كل شيء واللينا احنا ده بالوصخ ديالهم مصخة ولينا نشوفوه عبر الشاشات والعالم كيشوف رأي ما شغل احنا يعني هاد الشيء غادي ولي العالم كيشوف فين احنا في المرأة ديالنا اللي هي المرأة اللي هي المرأة اللي هي المرأة الحديدية المرأة اللي كاتمشي وكاتخدم على ولداتها المرأة اللي كاتمشي كاتكافح رأينا رأي اكتر كيفح وما هاد الناس اللي كيمشي ومساكن في الصباح بكري في الفجور للناس اللي خدامين في المرصا اللي الخدامين كيلقي والحود اللي كانت تمشي كانت تجيبه لمرار لقد جباب عرق اقتافها اللي كانت تمشي كانت تفقه الوليداتها في الصباح وكانت صفته مدراسة وتجري على لقمة العيش ديالها وتبيع المسمن وتبيع الحرشة وتصوباتها وتمشي تبيع وتشري في أسواق كبيرة وتنافس الرجال وتمشي تتعدب وتمحن بجي ولادي ذاتها لقمة العيش جو وحدات موسخة تقول لك أقل له شي حتى تكون عبرة لمن يعتبر عشر سنوات نافذة بدون القضية دي البنادم يدير كارثة عظمى في البلاد ومع الصباح يفق في الصباح يقول لك نحن نعتدر على ما حدث تدار مرفوض بتتفكروش بأن هاد المغرب راه ماشي ماشي غالي جاء يبدأ ينشر لهنا لوصخ ديالو كي لا عشتي في واحد لبيئة موسخة وعشتي انتي في راسك موسخة لاش أولاد نحن اللي غاد يلجي اللي غاد يطلع لاش غيشوف هاد لوصخ ديالك تنشره لنا احناش بغيناه فينا ما يكفي ها لاش احنا الآن أنا القانوات دي أقدم من القانوات كاملين وكان قول لله الحمد وله الشكر باش من وجه نغلقه هاد الشعب المغربي نقدمولو ما احنا تعلمناه من اللي شفناه واللي وردناه واللي كيفاش غنديرو كيفاش وحنا ولينا تنشوفو للأسف ما يؤلم في القلب اللي نكا نشوفو تفاها قمة التفاع في البلاد قمة التفاع ما ما غادي يفيدوك بشي حاجة اللي غادي يدير في الراس ديالك أو ولداتك يتعلموها كناصوحة يخضوها في الفكر ديالهم بأنهم غادي يتعلموها في دابة في صغر ديالهم للكبار أين هما علماء المغرب أين هما طلبت القرآن أين هي الناس اللي مخليين هادوا يعمون في الأرض فسادا خصهم الردع جاءت الوقت اللي خص هذه القنوات يتنقاو صافي شبعناه من الهضراء الخاوية وهذا مغاب وطمعه هذا وهذا مخاصمه هذا وهذا ما أشهد المشاهدة اللي قللين إحنا تنشوفه وحده شدعو وتتخور في طوالات وتتقول لك شوفه الجمهور الكريم شوفه وش قال طبيب يعني إحنا كيفاش غادي كيفاش غادي نفقه في صباح كيفاش غادي أنا مشات ليش هي أنا قللت كان فكر أنا هاد المنظر أنا ما تحبنيش وصلات لهاد هاد المستوى لهذا اللي قلت أنا راه يمكن غا يكون غير شي حاجة عادية ولكن لما شفت الفيديو للأسف شديد للأسف شديد أنا ما ما عرفتش عالش بحال هاد الناس باقين كيت سارعو ش كيديرو في البلاد ورابا شي أول أول حادثة أنا راه أنا أنا بعد شخصيا اللهم ملك الحمد غير وجودها كان حيد ما عنديش ما عندها باش تفيدني صراحة ما عندي باش غير عن طريق الصدفة مرة كلمة أوجوش كيتمشي أولا سمعت أن هناك كاريتا واحد المران سمعت ما عرفتش حال هاد فاتت هذه الفترة لأن أنا عندي علاج مكتب ما كان ما كان ندخلش بزاف القنوات ولكن أنا غنبيع الراجل اللي عندي ش كول اللي بغي يشري ش كول شي تفاهة وش منظر وش قال لك العقل السليم في الجسم السليم فينا هو ما عرفتش ما عرفتش أنا وش هاد الهيكل العظمي تاو ولا غادي ما ما دخلتش لي العقل دي اللي بعدها هاد الكلام النابي وهاد هاش غي يستفدوا هاد الولاد كيفاش غي يكبروا هاد الولاد كيفاش غادي يقرأوا كيفاش غادي يتعلموا ما يفيد كيفاش لا حولها ولا قوتها إلا بالله العليا العظيم حسبنا الله ونعمى الوكيل كانت منه بأن الناس تنتابه الولادات لأنه في الحقيقة هاد شرع ولا 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 بزاف هاد شي كتير مشي واحد مشي يجوج مشي ثلاثة مشي ربعة مشي عشرة مشي خمسطاش مشي شرع ولا بزاف علاش على الفلوس بشي من قدم ما يشمرش على كتاف ويمشي خدام ويردام وجيب لقمة لعيش الحلال ولينا كنشوفوا الغرائب في هذه البلاد وعجائب الناس نساوا العهد اللول ما حلوش عينهم على العهد اللول باش يشوفوا الناس حالفيهم ديال الواقار حالفيهم ديال الحشمة حالفيهم ديال الرقي حالفيهم يكفي يكفي شنو كيندي المشاكل في المغربي يكفي يكفي الناس ديبرة ما بقاش لقات حتى باش تقضي ابسط 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 شي في البيت باش تشري ابسط شي حاجة في الدار بغلاء الاسعار الناس غلاء الاسعار يعني قهارها يعني الناس مضاربة مع الوقت مع الزمن مع ما توكل ولادها باش تخلص ليفري باش الناس يشوفوا الناس وتعبانا ومع الازمة والازمة الكبيرة العالمية اللي باش غير احنا بوحدنا ولكن زيدينها بلوم مصخات الحقيرات كي يورونا شي شي طوالطات وكي يورونا شي شي حواج اللي يصدقها العقل لذلك يخصنا نقيوا هد البلاد في الحقيقة هد شي بزاف هد شي بزاف شي را را لا يعقل را ما بقى شي منطق كيستوعب علش الناس كي كيوسخوا البلاد بها الطريقة هادي والناس كتشوف والعالم كيشوف وكانت من جات لقيتها وكانت من أن السلطة تدختمتها باش هاد الناس اللي دار غلطة وحدة يشوفوا الاخرين اللي موراها اللي شوف راسوب واحدة 15 20 عام يشوفوا الاخرين اللي موراها واش غادي يتجرؤوا باش وباش يتجرؤوا باش يتجرؤوا باش يتجرؤوا خطير تشوفوا كيشوفوا اطفال كيشوفوا الويداد را لكن شي ولد ما 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 معلمش مغارش راح توقيت نفس طريقة را غا يتحابو واش هاد شي را هو لي كي دار لذلك الناس تفكر في هادوك الولاد وفي هاد الجيل اللي باقي جيل ولا حول ولا قوة إلا بالله كيفاش هاد الجيل غادي شوف بحل هاد المناظر وكي يسمع بحل هاد الهضراء يعني لا حول ولا قوة إلا بالله كانت منه اننا نشوفوا شي حاجة لتفرح أنا را تقريبا مرة يعني في نادرة قلت كان ندخل لليوتيوب لأن الحقيقة ما بقيت ش كان قدر عقلي ما بقاش كي يقدر يستوعب لي كيفاش هاد شي يوقع في المغرب ما ما فهمت ش لذلك كان كان نحاول ما أمكن نحاول نشوف شي حاجة بعد اللي غادي ندير فروس أو شي حاجة اللي تفيدنا ولا تفيد المجتمع ونتمنى الخير وكان نتمنى وأن شي تحيد ما يبقاش وكان نتمنى ونشوف شي حاجة مزيانة وكذلك القنوات اللي كنشوف أنا اللي خصهم انتو مغاربة تساعدوهم وتتعاونوا معهم وما هادك السيدة اللي تتجفف وهي محنات على طرف من الحديد برويضات وتربف بنتها وعلى اللي معاق وعلى اللي العيالات اللي كتشوفها مسكينها كتكافح على ذاك الابنيت أو ذاك الوليد اللي اللي عندهم أطفال مرضى ومعاقين راكين الأمهات اللي كيدوو معاقين بصمت وما لقيش مساعدة وكان تمنى وأنكم هادك هما الناس اللي خصكم شوفوا من حالهم هادك هما العلايات النساء اللي كنقولوا احنا يتتعز اعتزوا بهم تعتز بهم البلاد ما غير اللي مسخف الشارع تجي تطلع علينا احنا تدير لنا هاد المنظر هذا اللي خطير هاده قعمة لا داعية الذكر مجرد ذكر أسماءهم أنا أنا بدك يجيني إزاز محتمل من الذكر أسماءهم حتى أولادهم ما فكروا شهم لذلك لاشغ يفكر فولاد الناس الناس اللي خصا تشوفوا من أمورها نطلع لهم قناوات قراءات القرآن الناس اللي اللي تعباني الناس اللي خصهم مدخول ما فيها بس نس ركت تعاون بناتها ولكن بحال هاد المسخد دو قامت ما تعمروش روسكم بانش أنا كانت منى أن رسالة تكون وصلت وكانت منى يكون شي تغيير اللي رادي هاد النوع دي البشر لأن المرأة المغربية هي هادي لا لا المرأة المغربية مش هي هات المرأة المغربية أسمى وأرقى من أنها طيح في هذا المستوى هاد هاد الشي ما عرفنا احنا من نخرج لذا لأن الإنسام التي تكون هي الطوالد تركت تجميل هاتك الطوالد اللي شدت لها العود ودرت في هذا المنظر يعني بجوج بحل بحل يعني ما ما غير عمره وصنا بالخاوي خلي ناس تعيش خلي ناس تكافى مع همها أنا في الحقيقة فهذه السنة هادي شوية الحل لا يكون في العوان نصفي والله يجب لنا شي تاويل ديال الخير والله يحفظنا من هاد 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 شي والله يحفظ هادوك الوليدات يشوفوا شي حاجة اللي يتفرح وليديروا فروسهم يرقاوا بها العقل ديالهم ويقروا بها ويتقفوا بها كما كان الأهد الأول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته